بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أطلق المجلس النيابي الورشة التشريعية التي وعد بها رئيسه بعد تشكيل الحكومة وشكل ذلك المجلس بعد انتخابات عام 2009 لكنه لم يعقد أي اجتماع أما تشكيله الآن فيأتي وسط تصاعد حملة على الفساد وفي ظل سجال حاد حول الحسابات المالية بين حزب الله والرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة الذي يلقى دعما من تيار المستقبل واحد حتى لو سرق لحزبه مش لقله هيدا فساد اتنين اذا صار فيه عندنا هدر كمن هيدا نوع من الفساد ثلاثة لازم نتفق انه كل واحد يبلش بفريقه في مثل بيقول القلة بتولد النقار اليوم القلة اللي موجودة بلبنان العالم كلها موجهة ومسلطة الأضواء على كل هالناس اللي عملت سروات طائلة من وراء السياسة لذلك لا يجوز الاستمرار بهذا الموقف يعني على القليلة اذا ما قدرنا حاصبنا على القليلة منوقف للمرحلة المقبلة يحتاج قرار الإدانة الذي يصدره المجلس الأعلى تأييد عشرة أصوات من أصل خمسة عشر صوتا ولا يمكن أن تحال إليه قرارات بالملاحقة إلا بناء على قرار اتهمي صادر عن البرلمان بغالبية كبيرة تضم ثلثي أعضائه مجلس الأعلى محاصصة بين القوى الموجودة جوا في الداخل اليوم عملنا انتخابات يعني لمرة على القليلة صار فيه انتخاب وهذا شيء بالآخر رح يقدم ولا رح يأخر لأنه المجلس الأعلى مثل ما حتشوفه كمان ما حيعمل شيء بدون يحاكمه حالون يعني بس قولي له هو الخصم وهو الحكم كيف هيده ولا يستبعد مراقبون أن يكون لتشكيل المجلس الأعلى في هذا التوقيت وظيفة سياسية تتصل بالملف المفتوح حول الحسابات المالية بعد قرار وزير المالية المحصوب على حركة أمل والقريب من حزب الله إحالة هذه الحسابات إلى ديوان المحاسبة انتخاب النواب الأعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء خطوة متقدمة على سعيد تطبيق اتفاق الطائف ولكن هذه الخطوة المعنية بمكافحة الفساد تبقى مهددة بآليات تنفيذية محاصرة بحسابات الربح والخسارة على أساس أهداف وخلفيات سياسية كلودي عبي حناء الغد بيروت